في حلقة اليوم سأتحدث مع حضراتكم عن سكر الحمل في الشهر السادس ما هي أسباب الإصابة بسكر الحمل وما هي أعراض سكر الحمل في الشهر السادس وما هي العوامل التي تساعد على الإصابة بسكر الحمل تابعونا للنهاية يقوم البنكرياس بإفراز هيرمون الإنسولين في الجسم الذي يقوم على تنظيم نسبة السكر المسؤولة عن إكساب الجسم طاقته اللازمة للقيام بالمهام اليومية كما ويعمل على حفظ الفائض من السكر الذي لا يحتاجه الجسم خلال فترة الحمل تكون السيدة أحوج ما يكون للحصول على كميات إضافية من الأنسولين حتى تتمكن من الاهتمام بنفسها والجنين ولكن في بعض الحالات ونتيجة لأسباب معينة فإن جسم الحامل لا يستطيع أن يفرز الكميات اللازمة من الأنسولين وبالتالي لا يتمكن الجسم من حرق كميات السكر في الدم وفي هذه الحالة سوف تزداد نسبة السكر في الدم وسوف تصاب بنوع من السكر يطلق عليه اسم سكر الحمل ومن الجدير بالذكر أن أربع نساء من أصل مئة تصاب بهذا المرض والذي يختفي عند الولادة مباشرة وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسكر الحمل وهي على النحو التالي أولا يحدث العديد من التغيرات الهرمونية في جسم السيدة الحامل أثناء فترة الحمل وبالتالي تصبح نسبة السكر في الدم أعلى من المعتاد ثانيا هناك مجموعة من الهرمونات التي يتم إفرازها من المشيمة أثناء الحمل والتي تتمثل وظيفتها بالحفاظ على نسبة السكر في الدم الأمر الذي من شأنه أن يعطل عمل هرمون الإنسولين الذي يفرزه البنكرياس ثالثا من الجدير بالذكر أن الهرمونات المفرزة من المشيمة يكون تأثيرها كبيرا على البنكرياس بحيث يضطر إلى إفراز ثلاث أضعاف كمية الأنسولين التي يفرزها بالعادة لهذا تسداد نسبة السكر في الدم وتصاب السيدة الحامل بسكر الحمل وهناك مجموعة من الأعراض التي قد تظهر على الأمهات الحوامل في حالة إصابتهن بسكر الحمل حيث تشمل هذه الأعراض ما يلي أولا الشعور بالعطش والرغبة في شرب المياه باستمرار وفي غالبية الأوقات ثانيا كثرت المرات التي تتوجه فيها الحامل للحمام للتبول ثالثا كثرت تناول الطعام ومع ذلك الاستمرار في خسارة الوزن وقد تكون هناك بعض العوامل الإضافية التي تزيد من فرصة إصابة الحامل بسكر الحمل والتي تتضمن النقاط التالية أولا أن تعاني السيدة قبل حملها من زيادة كبيرة في الوزن ثانيا العوامل الوراثية تزيد من فرصة الإصابة بهذا المرض ثالثا ارتفاع نسبة السائل الأمينوسي حول الجنين في الرحم رابعا الإصابة بسكر الحمل في ولادات سابقة خامسا أن تكون الأم قد أجهضت أكثر من مرة سادسا رجود مشاكل في الرؤية بحيث تكون غير واضحة والصورة ضبابية سابعا التعب والإرهاق سامنا الشعور بالغسيان وكثرة الاستفراغ تاسعا قد تعاني المرأة من الالتهابات في مختلف المناطق وأهمها البول أو المهبل وقد تظهر على الجلد بشكل عام ترجمة نانسي قنقر